بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي بناتي طولار سنة ثلثة سنة ويا عشرين وواحدة عشرين. ازايكم يا شباب اخباركم ايه ويا رب دايما تكونوا بخير. ده الجزء الرابع من الحلقة الخاصة بيونت ثري. انا كنا تفان قبل كده ان كل يونت بنقسمها خمس اجزاء. الجزء الرابع هو الخاص بحل تمرين على القعدة. احنا كنا شرحنا القعدة في الجزء التاني. لو انت اول مرة بتتبعني هتلاقي الرواب بتاع الجزء الاول والتاني والتالة والرابعة والخامس موجودين في الوصف. ده غير طبع قائب من التشغيل بتاعة يونت وان كاملة ويونت تو كاملة لو انت حابب تشوفهم من الاول هم. يلا نروح نهلم على بعض التمارين على اه القعدة ونرجع لبعض تاني. بسم الله الرحمن الرحيم الجملة نمبر وان بتقول. طبعا انا عندي عاقل وبعد النقط انا انا وانا بشرح القعدة قلت لك هتبص على الاسم العاقل وعلى اللي بعد النقط يعني الاسم اللي قابل النقط والاسم اللي بعد النقط. ولو انت ما سمعت الشرح القعدة دي هتلاقي الرابط بتاع الجزء التاني من الوحدة. طبعا بنقسم الوحدة الخمس اجزاء جزء الاول لكلمات والبريبوزيشن والحاجات دي. جزء التاني شرح القعدة جزء التالت حل تمارين اسئلة الكلمات. الجزء الرابع حل تمارين اسئلة القبعد اللي حضرتك بتفرجاري instru Tree. والجزء الخامس آآ تست على quel. وبالتالي الجزء التاني هتلاقي كل دا فالرابط في رابط بكل ده اه الاجزاء دي. هتلاقيه في الوصف ان شاء الله غير طبعًا اليونت السابقة زي يونت وان وثو. انا عندي اسم قبل النقط عاقل وعندي بعد النقط فعل لو هز وبالتالي. طبعا عندي اسم عاقل. وبعد النقط فعل يبقى على طول من غير ما افكر هاخطار هو. نمبر بي. او لاتر بي. النقاش بتاعهم نقط قبل النقط عندي غير عاقل. وبعد النقط عندي فعل. لما يبقى عندي غير عاقل وبعد النقط فعل يبقى ويتش. قاعدة سهلة جدا وانا تقريبا قلت لك الخلاصة بتاعتها في الجزء التاني من الحلقة. نمبر اه ثري. نقطة طبعا احنا قبل النقط عندنا كلمة منث. منث يعني شهر موعد. وبالتالي هنعتبر انه هو اه موعد موعد بياخد لان ما عندناش ما يمنع. انت عارف طبعا مع الموعد لو عندك حرف جر بعد الموعد. او عندك حرف جر في الجزء التاني من الجملة اللي هو بعد النقط. لو عندك فعل بعد النقط كان ممكن ساعتها نقول لا مش هينفع وينه هيبقى ويتش. لكن ما عنديش اي حاجة من ده كله. يبقى الاختيار لتر ايه يعني وين. سويتر غير عاقل منطقي غير عاقل يبقى ويتش لتر ايه. يا اما ذات. استنى يا مستر. بس انا عندي الكنين. عندي هو وعندي ذات. اعمل لنا ايه بقى? بص يا سيدي. شايف الكاما اللي بعد المسعولة. شايف الكاما اللي بعد البانك. لما يبقى عندي كده ده معناه حاجة اسمها جملة اعتراضية. حاجة مش مهمة. معلومة لو انت شلتها من النص مش هتأثر. يعني لو قلنا مسعولة. هتراقت. هتحس ان الجملة مفيهاش اي اخطاء عادي. فالجزء اللي بيبقى في كاما وكاما ده ما ينفعش باي حال الاحوال تستخدم مع ذات. صحيح العاقل. وبعد العاقل بعد النقط في فعل اه يبقى هو او ذات. بس طالما في كاما هنا وكاما هنا. بيبقى الجزء ده اللي فيه اتنين كاما. الجملة اللي فيها اتنين كاما كده بالشكل انت شايف قدامك ده. ما يفعش ابدا تستخدم معاها ذات وعشان كده نستخدم هو. شرم الشيخ ازا مكان. وبالتالي مع المكان طبعا انت عارف. لو في حرف جر بعد المكان كنا قلنا ويتش. لو في حرف جر في الجملة اللي بعد النقط كنا قلنا ويتش. لو في فعل بعد النقط كنا قلنا ويتش. انها مفيش كل ده هو المكان المنتجع اللي احنا بنستمتع به. طالما مفيش اي مانع يمنع ان احنا نحط ويتش. مفيش مانع يمنع ان احنا بس هتلاقي بعض النقط فعل. في الحالة دي ما ينفعش ابدا نقول where. احفظ دي. مكان ومعاه فعل يبقى مش ممكن where. يبقى which. مكان وبعد النقط في فعل زي از اللي انت قدامك دي يبقى which. اللي تردي. number nine number eight. the person نقط car had been stolen reported the police. الشخص اللي عربيته تسرقت. عاقل قبل النقط وبعد النقط اسم. لما يبقى عندك عاقل وبعدين اسم مش فعل. فعل يبقى هو او ذات. بس هنا عاقل وبعدين اسم يبقى who's. الراجل اللي عربيته اللي عنده عربية. الكلام ده يحصل امتى? لما يبقى عندك. عاقل وبعد النقط في اسم. number nine the scientist not discovered a new planet has won the noble prize. scientist قبل النقط عاقل. وبعد النقط في فعل اللي هو discovered. يبقى ايما هو ايما ذات وما عنديش ذات يبقى هو وهي اللي جابة الصحيح. number ten my grandfather says that he proudly remembered the day not he got his university degree. قبل النقط في day موعد. وطالما عندك موعد ومفيش حرف جر بعد الموعد يبقى when letter be. the boy not the teacher punished was guilty. لحظة واحدة كده مستر قبل النقط في ايه? في عاقل. كويس. طب وبعد النقط في فعل? لا. لو كان في فعل كنا قلنا هو او ذات. كويس. في اس? لا. لو كان في اس كنا قلنا هوز. ما هو? the teacher هو? the teacher punished. لا. the teacher punished دي مش اسم. the teacher punished دي فاعل ثم فاعل. المدرس عاقبه. دي جملة كاملة. يبقى لما يبقى عندي عاقل. وبعد النقط جملة كاملة عبارة عن فاعل وفاعل. يبقى هذا العاقل اصبح مفعول. المدرس الولد اللي المدرس عاقبه. في الحالة دي بتاعت المفعول عندك اربع اختيارات ينفعه. who تنفع لو موجودة? that تنفع لو موجودة. whom تنفع لو موجودة. وممكن ما حطش حاجة خالص وتبقى صح. تخيل? طيب. مين فيهم موجود? whom. letter c. i want to speak to the person not is responsible for the garage. person عاقل. وبعد النقط في فعل. يبقى يا اما هو يا اما ذات. يبقى ذات. number number 13. احمد. got the best marks in english. not was a great surprise to me. احمد جاب درجة عالية جدا او افضل درجة في الانجليزي. مما او الذي كان مفاجأة عظيمة ليا. ايه هو اللي كان في المفاجأة عظيمة ليا? احمد? لا. الانجليزي لا. امال ايه? الموقف كله. الموقف كله المكتوب قبل النقط. يبقى هنا لما تكون بتتكلم عن موقف عام. الحكاية كلها. انا والدي رجع من السفر. مما جعلاني سعيدا. جبت درجة نهائية. مما جعلاني اه فخورا. الكلام ده ده موقف عام. فبالحالة دي بنستخدم مع المواقف العامة. بتستخدم letter c. which? 14. my teacher wanted to know the reason not i was always late for school. بص ده تعبير كده لازم تبعارفه. the reason why يعني السبب. المدرس عايز يعرف السبب اللي انا علشانه كنت دايما بتأخر. احفظ لي كده the reason why. the reason why. ليه حاجة ثابتة ما بتتغيرش لتربيه الاجابة الصحيحة. 15. the shop didn't have not we wanted. حلو جدا. انا بعد النقط انا قبل النقط ببص لو في اسم عاقل بقول هو او ذات او هوم او هوز. لو غير عاقل يبقى which. لو مكاني بقى شوف which ولا وير. مش كده. لكن انا لقيت فعل. انا عايزك تركز قوي على انا هقوله ده لانا ده كلم مهم. انا قبل النقط هنا عندي كلمة have. ده فعل اصلا. لهو اسم عاقل ولا غير عاقل ولا مكان. طبعا انا هالصرف ازاي. هقولك كان اصلا في حاجة اسمها the things. الاشياء. بص. the shop. المحل. او زي the shop. didn't have the things. المحل مفوش الاشياء. فين الاشياء? هي مش موجودة. the things مش موجودة. بس كانت موجودة وتم حسفها. لو كان في كلمة the things كنا قلنا the things which. او the things that. مش كده? المحل مفوش الاشياء التي اريدوها. فكتت هكتب علشان the things ده غير عاقل. كتت هكتب the things which او that. كلاهما ينفع. طب مش موجودة. قالك في الحالة دي بتعمل ايه? بتستعيد او بتعوض ما بين. بتعوض ب اه 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 بتشيل كل ده. وبتحط مكانها كلمة what. يعني ايه? يعني المحل didn't have what we wanted. المحل مفوش اللي احنا عايزينه. ما نريد. كلمة what هنا تساوي the thing is that. الموقف ده بيحصل امتى? لما يبقى قابل النقط فعل. لا. فعل لا. مش اسم. فعل يبقى what. ليه? لان هنا كين بقول اه المحل مفوش الحاجات الاشياء. بس كلمة الاشياء متشالة. التي متشالة مع الاشياء. فالاشياء التي على بعضها بنحط مكانها what? عادل is my friend not brother. قبل النقط في عاقل بعد النقط في اسم عادل هو اه صديقي الذي اه سوري عادل is my friend not brother اللي اخوه كسب اه مسابقة الشعر. خليك معايا عاقل والنحية التانية اسم يبقى who's عاقل والنحية التانية اسم يبقى who's عادل يكون صديقي. who's brother اللي اخوه فاز بجيزة الشعر. number 17 كلوباترا not was very beautiful was a great pharaoh of ancient Egypt. كيلوباترا عاقل. وبعد النقط فعل. طالما عاقل وبعد النقط فعلي يبقى عندي حجم اتنين يا اما هو يا اما زت. بس يا ترى هو ولا زت ده الاتنين موجودين. شايف الكومة? كومة قبل كيلوباترا بعد كيلوباترا اهي. وكومة هنا بعد بيطفل طالما عندي اتنين كومة. يبقى في الحالة دي الموقف ده اسمه جملة اعتراضية. ما بتستخدمش ابدا ابدا معا زت. ده مستحيل. لازم تستخدم معا هو. يبقى الاجابة الصحيحة لتر دي. هو. اوعى تستخدم ذات طول ما انت عندك الكومة. لم يا نقط فاذر is an important man was born in a suit in 2004. لم يعاقل. وبعدها اسم اللي هو فاذر. فعاقل وبعد النقط اس. يبقى هوز. لم يا اللي باباها. اللي عندها اب بيكون شخص مهم. هوز لتر بي. لورد افزا فلايز is a story هي قصة. نقط اجروب اف اسكول بايز ار اه شيبركد اون ان ايلان. تحطمت سفيناتهم على جزيرة. كويس. هي قصة. القصة اه غير عاقل. فبالتالي بنستخدم معها ويتش. بس هنا مش مكمل الرجل الكلام. ليه? كان مفروض يقول القصة اللي فيها مجموعة من الطلاب المدرسيين تحطمت سفيناتهم على جزيرة. هو مش كاتب كلمة ان. يعني المفروض يبقى في ان في اخر الكلام. اللي في هذه القصة حصل كذا كذا كذا. ما حصلش. هو ما حطش ان في الاخر. فبالتالي احنا بتحط ان قبل ويتش. التي بها. هي القصة التي حدث بها كذا. ان ويتش. ان ويتش. لتر. ايه? 20. The nurse not looks after your children has worked at the hospital for 10 years. The nurse عاقل. وبعد النقط في فعل اللي هي looks after. وبالتالي هختار هو ولا ذات؟ لا هختار هو ما ينفعش ذات عشان فيه القما بعد the nurse. وابل هز. 21. have you seen not i bought from لندن? اه انا عندي هنا seen ده فعل. لما بلاقي فعل بعمل ايه? لما بلاقي فعل بحطه what على طول. لان هنا كأن كان فيه انت شفت هل شفت the things that i bought. الاشياء التي اشتريتها. فبشيل كلمة the things that على بعضها وبحط مكانها what وتبقى الاجابة الصحيحة. what letter a? 22. she asked me where i had been not i replied i can't tell you. هي سألتني انت روحت فين? وانا ردت على هذا الكلام بان انا قلت i can't tell you مش هادر اقولك. reply? الفعل reply. في حد هيقول لي مسلا سؤال هنا. انا بحدد حرف الجر للقابل which ازاي? ما هو ده سؤال مهم جدا لازم انت بعارفه من دلوقتي. انا هاعرف ازاي احدد حرف الجر للقابل which? in ولا on ولا at ولا about ولا ايه? ايه? بص يا سيدي. الفعل اللي بعد النقط. الفعل اللي بعد النقط. اللي هو مين? اللي هو اهو ده. reply. يرد. بياخد حرف الجر to reply to. بس يبقى كأن to بدل ما يبقى هنا هيجي هنا. to which? i replied ولا عليه? انا رديت وقلت i can't tell you. يبقى الفعل اللي هنا هو اللي بيحدد لي حرف الجر اللي قابل which. لو هنا replied يبقى to. لو هنا قابل جايز يبقى for. اوكي? لو هنا مين? يبقى by. وهكذا. يعني الفعل هنا بيحدد حرف الجر اللي هنا. twenty three. the person not does most of the cooking in our family is my mother. person عاقل. وبعد النقط فعل يبقى who او ذات ما عنديش غير who هي اللي تنفع. women's day عيد المرأة not marks an important event in 1909 is on march eighth. طيب. هنا women's day عيد المرأة او يوم المرأة ده موعد. المفروض حد هيقول لي win. هيقول لك ما ينفعش win لانه بعد النقط فعل. في حاجات بتمنعك انك تحط win. منها ان يبقى بعد النقط فعلي. يبقى لما يبقى عندك موعد زي ده. وبعد النقط في فعل اللي هو marks. marks يعني يحدد ده فعل. فبالتالي ما تقدرش تحط win وبتحط which في الموقف ده. وانا قلت لك اسمع الجزء التاني من الحلقة هتلاقي كلام ده متقال بالتفصيل. لا تربيه. yesterday my brother and i played a long game of tennis. not made me very tired. مما جعلني مرهق جدا. ايه اللي خلاني مرهق. يا طرى انا بتكلم عن التنس. ولا yesterday ولا i ولا my brother. لا. انا بتكلم عن الحكاية كلها. الموقف كله. فكرة ان انا مبارح لعبت مع اخويا تنس. كل ده هو اللي جعلني مرهق. فلما تكون بتكلم عن فكرة عامة. موقف عام. جملة عامة. بتستخدم which letter a هي الاجابة الصحيحة. 26 18 37 was the year. نقط Victoria became queen of Britain. year قبل النقط موعد. طيب. عندك بعض النقط فعل? لا الحمد لله ما عنديش. لو كان عندك فعل ما كنتش قدرت تحط win. كنت هتحط which. لكنه ما عنديش هنا. Victoria became queen of Britain. ما عنديش لا حرف جر ولا فعل. ديبقى بالتالي هتحط win. الاجابة الصحيحة لترسي. الاجابة اللي فيها ممتة ولدت موجودة في شمال مصر. لحظة واحدة. الاجابة مكان. كويس. المفروض بعد كده ابص بعد النقط. لو لقيت فعل مش هينفع win. where مش هينفع where قاسف. انا عندي هنا مفيش فعل. عندي my mother. يبقى where ممكن تنفع. لو لقيت حرف جر بعد alexandria مش هينفع where. ما عنديش. لو لقيت حرف جر في الجملة اللي بعد كده اللي هي my mother was born مش هينفع. ما عنديش. يبقى where هي الاجابة الصحيحة. alexandria where my mother was born. خلي بالك. هي في موانع بتخليك تمنع بتمنعك انك تحط where. مين هي? ان يبقى في حرف جر بعد alexandria. ان يبقى في حرف جر في الجملة اللي بعد النقط مباشرة اللي هي my mother was born. او ان يبقى في فعل بعد النقط. كل ده ما حصلتش. خلاص النقط في is. في فعل. هنا بقى في معنى ان انا حط where. عشان كده استخدم letter b which. رانيم الوليلي not was born in nineteen eighty nine is a famous quash player. رانيم الوليلي اسم عاقل وبعد النقط فعل. يبقى هو ولا ذات. هو او ذات. بس انا عندي هنا كومة بعد رانيم الوليلي. وكومة آآ بعد 1989 وبالتالي في وجود الاتنين كومة دول اتفقنا ان ما يفعش نحط z. وبالتالي اختار letter c who. they said something very cruel. not i think they shot apologize. ازاي احدد حرف الجر اللي بعد اللي قبل which. الفعل اللي بعد النقط اللي هو apologize. يعتذر apologize بتاخد حرف الجر for. هم قالوا حاجة cruel قاسية جدا. عليها يجب ان يعتذروا. بتاخد four letter d. رانيم الوليلي won a competition in two thousand fifteen not made her the number one woman's squash player in the world. هي فازت بجائزة او بمنافسة او بمسابقة في الفين وخمستاشر مما جعلها رقم واحد في تصنيف لعيبات السكواش في العالم. ايه اللي خلاها اه رقم واحد. الفين وخمستاشر لأ طبعا. رانيم الوليلي لأ طبعا. المنافسة لأ طبعا. الحكاية كلها. الجملة كلها. الجملة دي كلها كده 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 كل ده على بعضه. الموقف كامل. وطالما بنتكلم عن الموقف كامل. قلت لك كتير ان لكم تكلم عن الموقف كامل بستخدم which. which made her. مما جعلها بستخدم letter a. which. her work not talk up. much of her personal life is still appreciated today. her work العمل. وده اسم غير عاقل. وبالتالي بنستخدم معاة آآ which بس. which اللي هي letter c. 33 was robert hanzo. one of the six men not guarded doc michael. six men رجال عاقل قبل النقط. وبالتالي بنختار هو. لان بعد النقط فعل لما يبقى عندك عاقل. وبعد النقط فعل لو ه guarded مثلا زي كده يبقى يختار هو. مكان. وبالتالي آآ طالما عندي مكان. وبعد النقط ما عنديش فعل وما عنديش حرف جر وكان ده كله يبقى على طول بختار في موانع بتمنع ان انا حط وير بس مش موجودة هنا. ايه الموانع ان يبقى بعد النقط في فعل. ما مش حاصل. في حرف جر بعد كلمة مش حاصل. في حرف جر في الجملة اللي بعد النقط مش حاصل. يبقى خلاص. where? that is the house not entrance is guarded by two big dogs. لما يبقى عندي اسم غير عاقل. وبعد النقط في اسم كمان مرة يبقى زي ما حصل مع العاقل بالضبط. العاقل وبعد ايه اسم. لما قول مسلا الراجل اللي بيته كزا. اللي عربيته كزا. مش كده? عاقل وبعد ايه اسم. طب والغير العاقل. آه الغير العاقل برضو. لما يبقى بعد النقط في اسم يبقى البيت اللي المدخل بتاعه كزا برضو ملكية. يبقى who's برضو. letter b هي اللي جابة صحيحة. the man not that bus is my brother. the man الرجل الذي يقود للأتوبيس يكون اخي. طيب. فين كلمة اللذي? المفروض ان انا هستخدم كلمة هو لانه عاقل. اوكي. المفروض ان بعد هو بستخدم عشان يبقى المفروض انه لو ما حط هو is driving ممكن تعدي. انما مش حاصل. ليه? لانه ببساطة شديدة جدا. اللي حصل انه كان فيه who is driving. بس مش موجودة في الاختيارات. كان فيه who is driving وانا شرحت في الجزء التاني في الحلقة قلت ان لما عندك بعد هو او بعد اي اه اه ضمير وصل. في verb to be زي is aware. لأي سبب ان كان يعني ممكن يكون مجهول. ممكن مستمر. اوكي? ممكن احزف ضمير الوصل اللي هو who. مع verb to be. اللي هو فعلا يكون واخلي الباقي الجملة. يعني ايه? يعني كانت who is driving. احزف who is? اه مسموح لك. تقدر تعمل كده. طب وتفضل driving لوحدها وتفضل driving لوحدها. يعني تبقى لجابة الصحيحة letter d driving بالزبط. يبقى لما لاقي ضمير وصل. وبعده فعلا يكون لأي سبب ان كان. ممكن لأسباب كتير. ممكن يبقى مجهول مثلا. اقول مثلا. who is punished. my brother who is punished. مثلا. فهقول my brother punished على طول. تصريف ثالث مجهول. اوكي? الاخوية اللي تعاقب فبدل ما اقول who is punished. she'll who. she'll is. واخلي التصريف الثالث على طول. وتبقى punished مباشرة. يبقى في الحالة دي باشيل ضمير الوصل. وverbal to be. واخلي driving لوحدها هي اللي يبقى الصحيحة. سؤال. 37. people not stealing are imprisoned. الناس اللي اتمسكوا بيسرقوا اتسجنوا. الناس اتمسكوا. مجهول. خلي بالك. هي كانت people who wear coat. او are coat. كانت مجهول. ليه? اتمسكوا او بيتمسكوا. مجهول. verb to be o. تصريف الثالث. بعد هو طبعا. بس الراجل قال لا خلاص انا هشيل who are. ينفع اه طبعا. ممكن. لو جي بعد ضمير الوسط. verb to be. اذا or اشيل همومة اللي اتمع بعض. اشيل verb to be مع ضمير الوسط. طب هيفضل ايه? هيفضل بس اللي هو تصريف الثالث. ينفع جدا واكمل. يبقى الاجابة لتربيه coat. انا كتبت كل ما فعلته. لما بتلاقي كلمة اول بتستغنم ذات. اول ذات. اول ذات. انا استغنمت ذات علشان اول. طب واحد يقول لي طبعا مويتش غير عاقل بردو. لا ما هو اول يبقى تستغنم معها ذات. الجمرة number 39. the man not on the train last week was an old classmate. الراجل اللي انا قابلته في القطار اللي اسبوع اللي فات كان زميل دراسة دين. فين الذي انا قابلته دي? ماش موجود كل ده. لا ما هو الذي تم حسفها. اش معنى يعني اللي هي هو او هم? هده عاقل. مش كده. المفروض نكتب هو. وده مفعول. الراجل ده انا قابلته فبالتالي هو مفعول به. في حالة المفعول بنكتب هو او ذات او هم. او ما بنكتبش حاجة خالص ممكن نحزفها. اه. يبقى هي كان موجود هو اي مات او هم اي مات بس تم حسفها. فاتبقت ايه? اتبقت اي مات بس اللي هي لتر دي. يبقى. the man i met on the train last week was an old classmate. number 40. the students not wishes. have come true are very happy. الطلاب. the students. اللي الاماني بتاعتهم تحققت سعداء. students عاقل. وبعد النقط اسم غير عاقل. وبالتالي هستخدم who's. وهدي يقول لي طب ما دي ممكن تنفع verb بمعنى يتمنى. مش كده? طيب هيتمنى دي ايه? يتمنى have come true. have come true. يتمنى حدث? ولا الامنيات حدثت? اه يا ايبا كده. وهدي هنا اسم بمعنى الامنيات. وبالتالي عاقل نقط اسم يبقى who's. number 41. the people not lives were saved the policeman a lot. اه دي مش لايفز. يدي لايفز. اوكي. هي لايفز لو فعل لايفز لو اسم. the people not lives were saved. اللي حياتهم تمت انقاذها. يبقى لايفز دي اسم. دي يعني مش معناها يعيش تمت انقاذهم. حياتهم تمت انقاذها. اه يبقى عاقل وبعدين نقط وبعدين اسم. عاقل وبعدين نقط وبعدين اسم يبقى who's. who's. number 42. at the end of our street there is a baker's نقط. we buy our bread. باكرز دا اللي هو محل الخباز. اصلا. ده يتسوي بكري. مكان يعني. تمام. فطلبه مكاني. باور. ده تربيه. fourty three. violent storms. عواصف قوية. او عنيفة are not people fear nowadays. اه هي ما يخاف منه الناس او ما يخافه الناس هزي الايام. عندك هنا شايف قبل فعل. لما بتلاقي فعل بعمل ايه? لما بتلاقي فعل بتتخيل انه كان في كلمة the things. الاشياء التي. that. او the things. which. حزفت كلها. وبنكتم مكانها what. يبا. the violent storms are what people fear nowadays. fourty four. the man in not house we live is very green generous. كريم. الرجل اللي في بيت وبنعيش. الرجل عاقل. صح? وهدي يقول لي بيس في حرف جر. لا في حالة العاقل مع حرف الجر. ما تفرقش كتير. يعني ما تبصش على حرف الجر طبعا ما في عاقل. بص عليه لما يبقى في مكان او موعد. في مكان او موعد بيغير. لكن في اه الحالة العاقل ما بيغيرش حاجة. فبالتالي ما تفكرش فيه. يعني اين هنا ما تفكرش فيه? عارف لو مكان كان اين هنا هيخليك بدل ما تكتب where تكتب which. ولو موعد بدل ما تكتب when اتكتب which. انما مع العاقل ما بيغيرش. فبالتالي يسيبك منه. دمان عاقل. وبعد النقط اسم. عاقل. وبعدين اسمي بهوز. انهوز هاوس. اللي في بيته نحن نعيش. هو اشترى عربية. اسمها مش قادر افتكرو. اه افويتش. شمعنة اف. حددت افويتش ليه. ليه مش باي وهم ولا افوات. لا لا هي افويتش. ليه. عشان كار عربية غير عاقل. والمفروض انه غير عاقل بتستهد معا ويتش. بس هو هيحط اوف هنا عشان انا مش قادر افتكر اسم العربية. الاسم بتاع العربية. اي كانت فيه اوف والاخر هنا غصبا عننا ترينا نحطها قبل ويتش. فورتي سيكس. هافيو سين. فعل مش كده. من غير ما اكمل الجملة. انت شايف سين. سين ده ايه? فعل. بس. يبوت. يا جماعة حفظوا دي. فعل قبل النقط يبوت. فعل قبل النقط يبوت. سهل قوي. انا اكدت على الحكاية دي قوي قبل كده. قلت ايه? لما بتلاقي بعد النقط اسم. لما بتلاقي بعد النقط فعل زين جي. يعني هو عقل. وبعد النقط فعل زين جي. كانت الحكاية ايه? كانت الحكاية انه كان فيه. هو از. في از اللي هي بتاعة المستمر. از ويرينج الذي يرتدي. فهو الراجل راح. بدلا ما يكتب. هو از. كتبها لك بالشكل ده. هو از. اهي ما هي دي. بس هي الرجل هو. كان مفروض تبقى هو هنا. و از هنا. از ويرينج يعني. حطوهم كده على بعض. لما تلاقي الفعل زين جي. تعرف انه كان عايز هو از. اذكر اسم من الممثل الذي بيلعب دور صلاح دي. فعل. طيب. بلايز ده فعل. يبقى اكتر عاقل. وبعد النقاط فعلي يبقى هو. عاقل وفعلي يبقى هو. لتر دي اللي جابة الصحيح. هو ضاع منه الكتاب الذي انا سلفته له. او الذي انا اقرأته له. الاسبوع اللي فات. فين الذي? لانه طبعا بوك غير عاقل. فمن التالين بنستخدم ويتش. كويس. في عندي يا مستر اهو لتر ايه? بس فين الفاعل. اللي هو انا سلفته فين اي. مش موجودة. طب بس فيه في الاخر خاصة كلمة اي لنت. اه. خد بالك. هنا الكتاب. اللي انا سلفته له. ده مفعول به صح? في حالة المفعول من الممكن حسف ضمير الواصل وتكتب على طول اي لنت. يبقى اللي يجب الصحيحة اي لنت لان ده تم حسف ضمير الواصل. يبقى ذا بوك اي لنت على طول. الكتاب اللي سلفته له مباشرة. 50 it said he was a man not to have the sight of an eagle and courage of a lion. هو يقال انه هو رجل يبدو عليه. هو عاقل مش كده. عاقل فبالتالي بتستخدم هو. هو بعدين الفعل. يبدو عليه انه هو عنده اه رؤية السقر وشجاعة الاسد. لتر اي. 51 I met the doctor not car was stolen. طبعا عاقل الدكتور وبعد النقط اسم يبهوز. 52 the teacher not students. برضو نفس الكلام teacher عاقل وبعد النقط اسم يبهوز. 53 I know not he married her for her money. علشان فلوسها. فور هنا من اجل فلوسها. يبدأ بيتكلم عن السبب. انا عرفت لماذا تزوجها. why? لتر ايه. the manager not secretary. manager عاقل وبعد النقط اسم يبهوز. دكتور مصطفى نوات بوكس. دكتور مصطفى عاقل وبعد النقط اسم يبهوز. I saw my old friends in the garden. not we used to play when we were young. garden مكان. وبعد المكان مفيش اي حاجة تمنى عن تحط. ليه? لاندي حرف بعد جاردن. ولا عندي حرف جار الجملة اللي بعد كده. ولا عندي فعل في بداية الجملة. اللي هي بعد النقط. لقد عندي وي. يبهو ما عنديش فعل. يبهو ما عنديش حاجة تمنى عن نحط فيستخدم حيثل المكان. letter c. he left for luxor the city not he lives in. مكان. المفروض استخدم. لا استنى. عندك في اخر الكلام. شايفها? حرف الجارة هو في الجملة. فبالتالي مش هينفع استخدم عشان كده استخدم. which letter b. وكده يا شباب يكون انتهى الجزء الخاص بتمارين القاعدة على unit free. اتمنى تكون افتفدت من الكلام ده كويس. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. وتسيب الكومنت بتاعك لو محتاجها يا حاجة انا تحت امركم. ما تنساش كمان تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد. اشوفكم الحلقة الجاية. الى اللقاء.